اشتركوا في القناة هذا وقد حضر اللقاء سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة برئيس هيئة الطاقة المستدامة والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ونقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله وتمنيت جلالته لجميع منتسبية الهيئتين بالتوفيق والنجاح بعدها بحث سموه مع رئيس هيئة الطاقة المستدامة والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الخطط لدعم الجهات الرياضية من خلال تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في دعم المنظومة الرياضية والانتقال بالقطاع إلى مرحلة الاحتراف وصناعة الرياضة والتي تنعكس بصورة إيجابية على تحقيق المزيد من المنجزات في هذا القطاع وتعزيز دور الرياضة في المساهمة بدعم الاقتصاد الوطني والذي يحقق أهداف رؤية البحرين الفين وثلاثين ووجه سموه رئيس هيئة الطاقة المستدامة لإجراء الدراسات للإستعانة بالطاقة البديلة في المنشآت الرياضية على الشكل الذي يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخيرها للارتقاء بالقطاع الرياضي بالمملكة موجه سموه كذلك رئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء لإجراء الدراسات لخفض الفواتير فواتير الكهرباء والماء للجهات الرياضية بالصورة التي تسهم في توفير موازنات فواتير الكهرباء والماء والاستفادة منها لتطوير وتقدم الرياضة البحرينية من جانبه عرب رئيس وهيئة الطاقة المستدامة سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة عن شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على ما يبدله سموه من جهود متميزة ساهمت في تحقيق نقلات نوعية في الرياضة مؤكدين أن الهيئتين ستبدلان قصار جهدهما لدعم جهود وتطلعات سموه لإحراز المزيد من التقدم والزهار في قطاع الرياضة اشتركوا في القناة